بعد اشتباكات متواصلة لأكثر من اسبوعين وقصف مستمر على أحياء متفرقة من مرزق أعلن آمير قوة حماية الجنوب حسن موسى في تصريح ليلي بالأحرار سيطرتهم على كامل مدينة مرزق منذ مساء السبت إلى جانب ذلك أفاد مصدر آخر من مكون التبو بتعرض مرزق لقصف جوي مرتين السبت في مواقع متفرقة بالمدينة وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الطرفين فيما أفاد مصدر من مكون العرب أو ما يعرف بالأهالي الأحد بانسحاب كافة الأهالي من أحياء المجريف وبند الواح والبحريات إلى وادي عتبة وبند بية مشيرا إلى أنه لم تصلهم مساعدات من الحكومات في الشرق ولا في الغرب سوى بعض المساعدات المقدمة من أهالي غات إنسانيا تعيش المدينة ظروفا أشبه بالكارثية وسط الانقطاع الطويل للتيار الكهربائي وخدمات الاتصال والإنترنت فضلا عن نقص المواد الصحية والأطقن الطبية التي هي أكثر ما تحتاجها المدينة اليوم بعد أسابيع من الاشتباكات التي قتل فيها أكثر من تسعين شخصا وجرح نحو مئتين آخرين بحسب إحصائية مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الشرق الأوسط مرزق ومنذ دخول قوات حفتر إليها في فبراير الماضي لم تتوقف فيها الاشتباكات بل واشتعلت الخلافات والنعارات القبلية بين مكوناتها رغم مساعي اجتماعية عديدة لوقف القتال ترجمة نانسي قنقر